موسيقى السلام عليكم أثارت الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والتي جاءت على ظوء الاستفتاء الذي جرى في الخامس والعشرين من أيلول الماضي ردود أفعال كثيرة في مختلف الأوساط الوسط الثقافي كان هو الوسط الأكثر تأثرا بذلك بسبب الجدل الدائر حول الاستفتاء وحول الأزمة الناتجة عنه كيف ينظر المثقف إلى هذه الأزمة؟ وهو الذي يفترض فيه أن يكون الموجه للرأي العام وهل إن السجال الدائرة بين المثقفي الجانبين يصبوا في صالح الأزمة أم أنه يسهم في تأجيجها؟ المثقف والأزمة بين المركز والإقليم هو موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج بالعراق حيث نناقش ذلك مع ضيوفنا كل من كفاح الأمين كاتب وباحث فوتغرافي الدكتور حسين القاصد كاتب وأكاديمي والدكتور مؤيد ألسوينت باحث وأكاديمي مرحبا بكم في استوديو بالعراقي سيد كفاح الأمين هل تعتقد أن المثقف العراقي كان بمستوى المسؤولية إزاء الأزمة التي حدثت ما بين المركز والإقليم؟ بالطبع ممكن أن يجب بشكل سريع أن الأزمة أثرت عمق الأزمة أيضا في الوعي المجتمعي العراقي ليست فقط في أوساط المثقفين وإنما إذا أخذناها عموديا وأفقيا اكتشفنا أن هناك أزمة في هذا الوعي وهذه الأزمة عندما نتحدث عن المثقف هو أكثر وضوحا إذن موقفه من هذا الاستفتاء عبر أيضا عن إذا حد ما دعني أزعم عن قصور فهم في طبيعة العلاقة بين المركز وبين الإقليم ليس على مستوى الديمقراطية السياسية المتواجدة والعلاقة بين المركز وبين الإقليم وإنما حتى على مستوى الفهم من العلاقة بين الآخر المكونات العراقية إن كانت مذهبية وإن كانت طائفية وإن كانت قومية هنا جانب القومي هو الذي أكثر إثارة لذلك باعتقادي أن ما جرى وما كتب وما قرأ وإيضا في المناقشات العام هناك أحباط أعتقد وهناك سوء فهم في نفس الوقت وهناك نوع من الارتباك في طبيعة الوعي هل يعني مطالب من المثقف أن يكون له رأي في هذه الأزمات أم يعني أن الجمهور هو الذي سحب البساط منه وصار صوتا مع الأصوات لا هو الجمهور دوما يبحث عن مادة وهذه المادة تقدم له في الفضائيات تقدم له في الراديو في الجرائد ومجلات المثقف هو لا يضبط هذا الإقاع لهذه المادة قدر الإمكان طبعاً لأن هناك مثقف نحن يتحدث عنه هناك من له علاقة بوسائل الإعلام وهناك من ليس له علاقة بوسائل الإعلام لذلك المثقف هنا هو ممكن يتحول إلى جزء من الأزمة وجزء من إيقافها أنت كيف تقرأ دور المثقف خلال هذه الفترة؟ سيئ سيئ باتجاه من يعني؟ باتجاه أنه لم يستطع أن يفهم الإشكالية بين المركز وأقليم كردوسان في عملية الديمقراطية السياسية ما بين الطرفين حولها في كثير من الأحيان إلى صراعات مذهبية وقومية يعني تحول من إشكالية سياسية صار هو نفس إشكالية؟ بالضبط هو صار إشكالية لأنه حتى الدستور اللي إحنا مختارنا في خلال هل هذا تعميم؟ دعني أزعم إلى حد ما هناك شرخ كبير وهناك سؤفهم كبير في هذه المثقف الكردي والمثقف العربي؟ الاثنان معاً الاثنان معاً حسين القاصد سمعت كفاح الأمين ماذا قال عن رؤيته أو رأيه بالمثقف خلال هذه الأزمة بأنه موقف سيء أنت كيف تقرأ هذا الواقع؟ لا بد من التأكيد على أن المثقف العراقي خضع لمدة ليست بالقصيرة للتتجين التتجين الثقافي الذي اعتاد عليه منذ زمن النظام الساقط لم يعد المثقف صانعاً للسياسة بل أصبح تابعاً للسياسي ومصنوعاً من جديد يعني فترة 15 سنة مكافية أن يخرج من هذا التتجين؟ توزعوا من صنم إلى أصمام وأجادوا التبعية بالكامل لا يستطيعون أن يصنعوا من جديد أنهم أدمنوا ثقافة التبعية لذلك كل أزمة يصنعها سياسية يصنعها بجيش من المثقفين لا يصنعها وحدة شلون؟ هناك لكل سياسي أتباع ولاحظنا حتى في أزمة الأقليم وهذه الأزمة وأزمة الاستفتاء لاحظنا أن هناك ذهبوا ساسة عرب ذهبوا وصوتوا هناك وأتباعهم نزلوا إلى الساحة الإعلامية ودافعوا عن الشرخ الكبير الذي كاد يطيح بالدولة العراقية وكاد يحدث ما يحدث فيها هذا ليس همه الوطن وليس همه أن يصنع سياسة همه أن يرضي سيده مقابل أنت الآن تحكي على موضوع شبه مختلفة حسين كأنك تتحدث عن الجيوش الإلكترونية هذا واحد منها كأنك تتحدث لكن أنا أتحدث عن المثقف المثقف الفاعل والمثقف الذي يسمع رأيه حتى وإن لم يطع في فيه أنا صنعها هذه الجيوش صنعها أحد المثقفين أو مجموع المثقفين التابعين هناك مستشارون ثقافيون لكل سياسي يريد أن يخرب شيء أو يسمع شيء معقولة سياسيين عندهم مستشارين ثقافيين إذا اتفقنا أنهم مثقفون فلديهم مستشارون مثقفون طيب أنت شن رأيتك للمثقف؟ المثقف العضوي المثقف صانع القرار انتهى قبل ستينيات انتهى؟ جاء زمن المثقف التابع منذ أن تقاسم اتحاد الأدباء الشراكة بين الشيوعين والبعثين بالجاهة الوطنية انتهى المثقف أدمن التبعية وخضر تتحدث عن مؤسسة وأنا أتحدث عن أفراد لا 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 أتحدث عن مؤسسة ثقافية لا مؤسسة حكومية المؤسسة الثقافية عندما أدمنت التبعية وأدمنت الأدلجة التابعة للسلطة أصبحت الثقافة تأتي من الأعلى لا يصنعها المثقف أصبحت تأتي من الأعلى وينتظر التوجيهات حتى البعض اليوم كتبت على سبيل المثال كتبت حسنا فعلوا جاءوا بحادثة سعد الحريري وإلا بماذا سنقضى الأسبوع يبدو أن المثقف ينتظر ما يشغله أو ما يحدثه هذا الأسبوع والأسبوع الذي بعده ينتظر الأوامر هذا المثقف هو الذي قادر الشرخ الكبير طيب أزمة كبيرة يعني أنت تتفق مع كفاح الأمين بأن موقفه سيء؟ سيء جدا سيء جدا دكتور مؤيد يتحدث حسين القاصد عن المثقف وكأن الاتحاد اتحاد الأدباء يعني كأنه هو فقط المؤسسة لا لا يسع حسن حتى تكون أتحدث عن الجامعات أتحدث عن الكليات والجامعة غير مدجنة سؤال المؤيد نعم عن مراكز البحوث عن كثير من المؤسسات والشرح التي تنتج ثقافة ويديرها مثقفون كيف تقرأ موقفهم إزاء الأزمة ما بين المركز والإقليم؟ وهل تتفق مع رأي الضيفين بأن موقف المثقفين سلبي في هذه القضية؟ نحن طبعا بالبدء لازم نفكك مفهوم المثقف زين يعني أي حادث هناك ما يسمى بالمثقف السلطة هناك ما يسمى بالمثقف المستقر تمام وهناك ما يسمى بالمثقف الحر أعتقد بأن الأستاذين تحدثا عن المثقف السلطة بمعنى المثقف الذي يروج ما تريد منه السلطة زين هناك ما يسمى بالمثقف المستقر الذي يراق من بعيد ولا يدلي بدلوي اللي هو أساتذة جامعات عادة عادة هذا اللي أقرب إلى حقل الوظيفة منه إلى حقل المثقف موظفين تضرات المثقف الحر المثقف الحر هو هذا المهم لأنه المثقف العضو بتعبير جرامشي اللي ممكن يصنع رأي اللي يشتغل على حقل الإعلام وعلى حقل التعليم المثقف الحر في العراق هو مثقف بين متمرد وبين خائف بمعنى أنه إذا أعطى رأي خايف مين خايف يعني مثلاً اللي يعيش في كردستان ما يقدر ينطرأي حقيقي ضد مسعد برزاني بالطبقة السياسية اللي أدت إلى هذا الاستفتاء زين واللي عايش فيه بغداد مثلاً خائف من تنظيمات مسلحة ممكن أن يعني تقوم بحياته إذا أعطى رأي حقيقي المثقف الحر هو المثقف اللي يعني يجب أن يقدم شيء طيب يعني قضية أنه الذهاب باتجاه الاستفتاء والذهاب باتجاه ردود أفعال حوض الاستفتاء يجب أن يفككها المثقف الحر زين الآن أنت أعطيتنا توصيفات فقط هل لدينا مثقف حر؟ موجود مثقف حر طيب لكن معلسف هذا مثقف حر في جعجعة السلاح لا يستطيع أن يفعل شيء يعني الآن لو قلنا بأنه من حق الشعب الكردي أن له الحق في اختيار المصير حق تقليل المصير طيب لكن الوقف عند كلمة لاقا هذا الحق كجغرافيا لمن يمتد كحق تاريخي موجود جغرافيا أين يمتد راح يجيك تخوين من الجانبين اللي مع السلطة الاتحادية وامتداد السلطة الاتحادية يقول بأنه هذا انفصالي ومن الجانب الكردي سيقول بأنه مجرد تحديدك في جغرافيا محددة إذا أنت عربي شوفيني فهو راح يكون في مرمى النارين فهل يمتلك الجرأ لتفكيك هذا المخيال حتى المخيال الكردي في الدولة لكن أنا الآن عربي عندما أقول بأنه مفهوم كردستان هو مفهوم جغرافي وليس مفهوم سياسي بالتأكيد أكو عامة وطبقة من الجمهور الذي لا يقرأ سيقول بأنه هذا ضد تطلعات الكردية عندما أقول بأنه من حق الشعب الكردي في تقرير المصير لكن ليس مع هذه الطبقة السياسية لأنها طبقة إقطاعيات وليس طبقة سياسية جميل دعنا نذهب لكفاح الأمين أنت مع هذا التوصيف فيما يخص المثقفين إلى حد ما ممكن نضعه في هذا السياق لكنني في نفس الوقت أشعر أنه عندما يتحدث هناك ظاهرة مثل ما قلنا المثقف السلطة ربما يمتلك الوسائط والمثقف الحر الذي تفضل به الدكتور يبقى السؤال أنه كيف يوصل صوته إذا كانت وسائل الإعلام هي أدوات للسلطات القادمة تمام يعني لتمتلك كل هذه الأدوات عدم وجود مؤسسات وعدم وجود عقل مؤسساتي مستقل يمنح الآخر أو ما يسميه خليسميه المستقل الحر فرصة يعبر عن رأيه هي إحدى الإشكاليات هي المؤسسات الثقافية منه يصلحها غير المثقفين؟ إلى حد ما نتحدث عن المثقفين كأعضاء فيها أو كبث كجو كأموال كطباعة دعنا نكونوا واقعين إذا فككنا هذه المنظومة هي بحاجة إلى أموال بحاجة إلى مقر بحاجة إلى فضائيات بحاجة إلى راديو من يمتلك هذه الأدوات؟ الذي يمتلك هذه الأدوات هي طبقة سياسية التي داخلها في خضم الصراع ولذلك لا تطيق فرصة للصوت الحر أو صوت المتزن خلي نسميه أو الصوت الحر أو أي أصوات أخرى لذلك عندنا الإشكالية أنه في العراق إلى اللحظة الحالية لا توجد مؤسسات قليل لربما هناك بعض النماذج الصغيرة التي تعبر عن وجهة نظر أوسع ديمقراطية إلى صح التعبير لكن بشكل عام المؤسسات هي تحت ديمقراطية السياسيين الممسكين بالسلطة حسين الكثير من المثقفين هذا ما ردي نعمم يعني نقول الكثير ولكن عدد من المثقفين ربما يقرأ البعض أنهم كانوا سبب في تأجيج القضايا القومية ما بين العربي والكرد وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي الحديث لك ما حدث في أزمة الاستفتاء هو بدأ بالتجيش والتجيش من الطرفين والتجيش من أتباع الطرفين والبعض الثالث ما يسميه صديقي أو زميل الدكتور مؤيد بالمثقف الحر الذي لديه أيضا صفحة لكن تنعدم لديه نسبة لأتباع لأنه ليس من أتباع القومين يعني هل المثقف فقط محصور في صفحة الفيسبوك لا أنت سألتني عن فيسبوك هذا بمواقع التواصل الاجتماعي لا أنت تتحدث عن المثقف الحر لا سألتني عن هؤلاء الذين يكتبون فيهم الحر لكن الحر يضيع بين ضجيج الاثنين والاثنين كانوا مدعومين من الجهتين المتخاصمتين إذا كانت هناك جهتين متخاصمتين أنا أقول أنه صراع بين شخص ودولة لم يحدث صراع بين القوميتين لحد الآن خلي الروح الفاصل وأكمل معك هذا الموضوع وهو موضوع مثير يعني أن يقوم المثقف بدور المناهض للقوميات بدل من أن يكون هو حارسا لهذه المبادئ العامة مشاهدين الكرام فاصل أول ثم نعود إليكم حياكم الله مشاهدين الكرام وحديثنا في برنامج بالعراقي عن المثقف وأزمة المركز والإقليم كان حديثي مع الدكتور حسين القاصص سألته قبل الفاصل عن من أن يكون المثقف بدلا من أن يكون حارسا للمبادئ العامة أصبح جزءا من هذه الصراعات الصغيرة الصراعات القومية وتشوفها في الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي سببا في شعال الحراق كتبت في أكثر من مجهات في أكثر من مكان في الصحف الرسمية أو في صفحتها أو كذا قبل الاستفتاء وأثناء الاستفتاء أحمق من يحاول جر العراق إلى حرب قادمة أو إلى حرب جديدة كفانا حربا كذا ونحمد الله أن الأمور سارت بلا حروب أو ببعض المشاكسات العسكرية لكن لم تصل إلى حد الحرب الذي يعزف على وطر الحرب هو أساسا متكتل ضمن جهة تتاجه بهذه الأشياء يريد أن ينتظر فرصة أن تحدث حرب أخرى لكي تستمر بضاعته إن كانت انتخابية أو إن كانت بطلية قومية أو إن كانت شعاراتية لأسيما الانتخابات على الأبواب بعضهم يريد أن يقتحم الشمال وكأن الشمال دولة أخرى ودولة معتدية هو ينسى أن الصراع رادت شخص منحل حكومته خارج الولاية ولم تتم بعملية ديمقراطية الديمقراطية تتم عندما يكون الشخص مؤهلا ديمقراطيا التصويت ديمقراطي حق لكن تصوت لحكومة ديمقراطية الرجل المنتهي وولايته أن تصوت لمسعودستان لا لكردستان طيب أنت تتحدث عن المثقف العربي الآن المثقف العربي هل تابعتوا المثقف الكردي؟ تابعنا المثقف الكردي لدينا أصدقاء من المثقفين الأكراد بعضهم كان هادئا ينتظر وبعضهم سماها الحرب الشيعية الكردية ونسي أن البلد كله ممثلا بالحكومة وحتى الحكومة العراقية يمكن وزارة أو وزارتين شيعة والبقية المكون السني أو المكونات الأخرى حتى رئيس البرلمان أصدر قرار بإقالة المحافظ بالتصويت بالكذا رئيس البرلمان سني رئيس الجمهورية الكردية فأي حرب شيعية كردية هذا الذي عزف على هذا الوتر كان يريد أن يحدث طائفية أخرى حتى تكون شيعية سنية من طرف وشيعية كردية من طرف وأراد أن يفقك هذا مجند أساسا مجند لإحداث فرضة لكن كانت الإرادة العراقية أقوى والحكمة العراقية أقوى بأنها جنبت للعراق أي حرب من أي نوع إن كانت طائفية أو قومية العراق المتكامل لا بأس لكل محافظة وليس لكل مكون له حق تحقيق المصير أو كذا لكن ليس بتصويت لشخص ما وإلا كل شيخ عشوة يغلب إلى استطاع لم نسمع بهذا الإطار أين بالضبط؟ في كردستان لا شك في أن عملية الاستفتانة قد اختلف مع زميلي أن ما جرى هو ليس لم يكن تصويت لشخص ولا تصويت لعشيرة هو الاستفتاة كان ممارسة ديمقراطية حق ديمقراطي لو ربما في طبيعته السياسي في التوقيت لم يكن هناك اختلاف عليه ربما كلنا نجد أن هناك كان يكون فسحك أكبر لأن نجد لغة أخرى من أجل هذا الموضوع تحدثوا المثقفين بهذا الإطار؟ قالوا لو وصلوا صوت أن هذا التوقيت خطأ؟ يعني إلى حد ما كانت هناك أصوات أصوات متواجدة لكنها باعتقاد الآن نحن لا نتحدث عن الأصوات نتحدث الآن عن الأخرى أنه البنية الفكرية للطرفين يبدأ أنها كانت غير مؤهلة لعملية مثل عملية الاستفتاء ما نقل لك مثلا ظهرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الشعراء الكرد وهو صديقنا يحرق يمكن شهات الجنسية مالتين العراقية طبعا هذا بالنتيجة يثير غضب يعني المثقفين العرب بالنتيجة شنون تقرأ هذه الممارسة؟ لا لا هي هذه ممارسات تماما مرفوضة لا من حق أي شخص أنه وبعدها لا منفصل ولم سو دولة ولا أي شيء ولن تؤدي إلى شيء مثل هذه الممارسات دعني أزعم أسميه الطفولية لن تؤدي إلى أفهام الآخر بحقك أنت كشعب كردستاني عندك روية وعندك حلم وعندك موقف عليك عليك أن تجد لغة مشتركة مع الآخر وهو هذا الشرق الآن عند المثقف العراقي أنه الطرفين هناك شرخ لعدم تفهمهم وعدم فهمهم للآخر يعني عندنا إشكالية فيما يقول له الكردي وفيما يقول له العربي طبعا قصود الكردي والعربي هنا كلغة وليس كمكونات لأنه نحن أكثر من مكون موجود داخل الشعب العراقي ولذلك ما جرى في كردستان أو ما جرى بعد الاستفتاء أظهر أنه نحن لم نقرأ بعضنا لم نفهم بعضنا غير قادرين أن نفهم تاريخ بعضنا ولذلك هناك بعض التصرفات الصبيانية هنا أو هنا أو من ذاك الطرف لا تليق أصلا بكفاح الشعب الكردستاني ولا تليق بحق تقرير مصير للشعب الكردستاني اللي هو حق شرعي وحق إنساني وديمقراطي مرة ثانية نقول أنه هناك بنية سياسية لازم تكون مؤهلة للطرفين على هذا الموضوع المثقفون الكرد معت حق تقرير المصير أليس كذلك؟ نعم إطلاقا جميعهم لا يحترم أحد إلى حد ما كظاهرة عامة عند الشعب الكردي ليس فقط المثقف يعني نحن نتحدث مع الثانية لا لا نتحدث على الأقل على المثقفين المنتجين اللي إلهم أصوات الغالبية العظمى الغالبية العظمى مع حق تقرير المصير نعم دكتور مؤيت أنت عمل التوصيف للمثقف وتحدثت بحيادية عما موجود من سلوكيات للمثقفين ما الذي يعني ما الذي يمكن أن يفعله المثقف إذا هذه الأزمات؟ وهل يعني بعد عشر سنوات ممكن أن يساءل المثقفون ماذا صنعتم في أزمة من الأزمات وأنتم ساكتون؟ طبعا المثقف يعني يجلى دوره بقضيتين أساسية هو رسم المناخ العام من الحركات السياسية النظالية والتنفيذية زين والدور الثاني الممارسة النقدية لما تفعله الإدارات التنفيذية اللي قاعد يصير أن المثقف شون اللي ممكن أنه يسوي كتابة الدستور باعتبار المظلة الأعلى هي اللي تتحكم الواقع سواء كان المثقف عربي ولا كردي ولا بريطاني ولا أي مثقف آخر هذا العقد الاجتماع اللي كتب يعني بين إرادة شيعية وكردية وكان هناك توافق على هذا أن يكون هو الثقف أو المظلة دور المثقف أن يذكر بالإطار العام اللي حكم هذا العقد الاجتماعي مدام أكل خلاف بين هذا المفترض المفترض حتي للواقع المثقف اللي دعا إلى وضع الدستور كخيمة هذا مثقف يعني ينتم إلى الوطن بشكل أو بأخر ظهر عندنا هج مثقف يحتي بهذه الطريقة يعني أتصور أكو بس مدى أنه كان صوته عالي أو ناصحة قضية خلافية اللي صار أنه التوجه الوجداني عند المثقف الكردي في قبال توجه وجداني مغاير عند المثقف العربي أدى إلى إبعاد هذه الخيمة بشكل أو بأخر فأصبحت القضية عبارة عن مراشقات وتهم بالتخوين وبالانفصالية من كل جانبين كان المفترض أن يكون الدستور هو الخيمة لأنه المثقف يتكلم بلغة القانون بلغة ما تبنى به الأوطان وليس ما تدن به الأوطان الدستور هل يسمح بهكذا ممارسة؟ أو لا؟ هذا السؤال للمثقف إذا أجت إجابة من قبل المثقف الكردي بأنه الدستور يسمح بهكذا ممارسة عليها أن يقدم أدلته وإذا كانت الإجابة بكل إذن الخيمة موجودة فلا داع لهذا الضجيج العالي أما هل الواقع أن المثقف استند لهذه الرؤية؟ نرجع ونقول بأنه مثقف السلطة طيب هذا الدور المثقف الفردي أو المثقف الذي يعمل من المؤسسات؟ المثقف الحر سواء يعمل أو لا يعمل اللي يعملها توصيف وظيفي أنا أتكلم عن المثقف الحر أما المثقف التابع اللي جيش الجيوش واللي يرسم لسياسي المسار الخاطئ ويبرر لسياسي من كل الجانبي فأعتقد أن النتيجة اللي سنصل إليها هي نتيجة سلبية وليست إيجابية دكتور حسين يعني يفترض بالمثقف هو الذي يشكل الرأي العام هل فعلا الآن لدينا مثقفون يشكلون رأيا عاما وقلنا أنه قاعدوا بمكان وقلنا والله فلان قال هتشي بالنتيجة هذا يأثر بالوسط السياسي وبالوسط الاجتماعي هناك كل من المثقفين من يفعل هذا وحتى الذين قالوا عنهم الزميل الدكتور مؤيد الذين دعوا إلى الدستور بعضهم دعوا إلى الدستور من باب الوطنية من باب المسؤولية الثقافية الشخصية وبعضهم ساند الحكومة برأيها بفرض الدستور وكل الحالين يصب بمصلحة الإجراءات الحكومية أو الإجراءات الدولة والبعض السيء الذي انتهز دستورية التحرك باتجاه المحافظات الشمالية فأخذ يريد الحرب تسميها محافظات شمالية هو شمال من الحبيب يعني مو كردستان كردستان تسمية محلية أنت تستطن هذا إذن لديك موقف بهذا الاتجاه أنا لدي موقف من قصيدة الجواهر قلبي لكردستان أنت مثقى في عراق أو أنت أقول محافظات شمالية والتوصيف القانوني الموجود كردستان أليس كذلك كيف حالأمي؟ لا شك فيه يعني مع احترامي الشديد لصديقي أستاذ حسيني يعني نحن في العالم الثقافي نقترب ونختلف على بنية القصيدة على بنية الرواية على دولة النذابح نعم مع ذلك أتمنى أن هذه المسميات هي هبة ممنوحة يعني لا يمكن العراق أن يكون اسمه إلا عراق يعني ما ممكن حتى لو جينا بأي طريقة نغير أنت يحزنك عندما يقول شمال العراق؟ نعم هل تحزن أو عندما يقول شمال العراق؟ نعم نعم أنا أعتقد شمال العراق هي كجغرافيا واضحة يعني ويسمى كردستان وقليم كردستان أربعين مليون نسمة في العالم بهذه المنطقة يسمون أنفسهم كردستان فهل من المعقول أن نلغي أقل لأربعين مليون يؤمن بكردستان الكبرى؟ لا تفق أنا وأنتم نسميها كردستان العراق لا شك فيه لا شك فيه ما عد إشكالية كردستان العراق لا عد ليش يسميها شمال العراق؟ لأنها باتجاه أن تكون مسعودستان هذا المصطلح ظهر بعد الاستفتاء مصطلح شمال العراق سيدك كان في زمن نظام السابق يسمونه شمال العراق شمالنا الحبيب حكم الذاتي حكم الذاتي وشمالنا الحبيب بعد 2003 كردستان العراق واستقر هذا المصطلح نعم ولكن بعد الاستفتاء ظهر وهو أيضا ظاهر ثقافية المصطلح يتغير بتغير الحق واختفى العراق من هو صالة تسمية الإقليم حتى لا يثكى كردستان حكومة الإقليم تمام لكي يستبطنوا حفل العراق أنت الآن تصر على شمال العراق وهو موقف أليس كذلك نعم موقف موقف وطني أنا لست موظفا عند أحد ما حدثتنا عن صناع الرأي اشقد أثروا بالعملية الاستفتاء الأخيرة والصراع الذي حدث ما بين المركز والإقليم يعني الإجراء الذي حدث في لملمة الأزمة في احتواء الأزمة عسكريا سياسيا خيب ظن المراهنين على الحرب وخيب ظن المصاعدين باتجاه الحرب إن كانوا أكراد أو كانوا عربا لا سيما الصديق الذي أشرت إليه وأصدقاء أنا مع استقلال كردستان وليذهب البلد إلى الجحيم كتبوا كثيرا وكذلك العرب بعضهم استبطن جملا سخيفا ونادى بالنظام الساقط وكي يفعل مثل ما فعله سابقا نحتاج كذا البعض عزفة على هذا الوتر السيء لا نريده حربا نريده وطن مستريحا مسترخيا يعيش بأمان نريد أن نؤمن على أبنائنا ولكن والمخرج يريد أن نذهب إلى فاصل إحسين يبدل فاصل معك مشاهدي الكرام فاصل ثاني ثم نعود إليكم حياكم الله مشاهدي الكرام وحديثنا في برنامج بالعراقي عن المثقف والأزمة بين الإقليم والمركز أو بين المركز والإقليم كفاح الأمين نحن نحشى عن المثقف ودورة ورأية وتشكيلة للرأي العام هل السياسة العراقي فعلا يعي دور المثقف ويسمعه ويقول والله عندنا مفكرين ومثقفين خلنا نسمحهم خل القرار لهم ما كتبه يعني بأتقادي أنه ظاهرة التاريخية العراقية اليوم تنطينا إجابات واضحة على هذا الشيء لو قارننا يعني مقارنة أولية بما كان عندنا من مفكرين وباحثين وكتاب في الأربعينيات والخمسينيات ليس فقط على مستوى العدد وإنما على مستوى الإنتاج ونقصد هنا الإنتاج أنه قيمته ليس فقط أيضا في العراق وإنما كان قيمته في العالم العربي ككل مقارنة باليوم نجد أنه عقلية المفكر وعقلية مراكز البحوث وعقلية المستشارين هنا الذين يلعبون هذا الدور المهم في صياغة وتوجيه ووضع البرامج والمشروعات التي تساعد على تنمية المجتمع تساعد على ديمقراطية السياسية المفاهيم الأخرى الدستور وما يجري الآن في الساحة قانون الأحوال الشخصية مثلا كل هذه الأشياء هي مطروحة لا شك في أنه لو كان هناك مستشارين حقيقيين عند السياسيين لما حدثت هذه الأزمات بهالعمق لأنه السياسي يبقى يعتمد إلى حد ما عندما لا يمتلك وسيلة لأنه يبقى في السلطة سيخلق أزمات يبدو أنه إلى اللحظة الحالية ليس هناك علاقة بين المثقف والسياسي أشك أنه هذه العلاقة ما زالت هذه العلاقة متوترة؟ ملتبسة؟ ملتبسة إلى حد كبير لأنه حتى المثقف ذاته أحيانا عندما يظهر في الفضائيات أو يظهر في الإعلام المرئي مو هو نفس المثقف ليجلس في البيت أو الذي يكتب يعني هناك أحيانا الإشكالية العلاقة ما بين موقفه حياتي وموقفه في المهنة وهذه الإشكالية مرتبطة أنه السلطات يعني تقبض على كل وسائل الإعلام إلى حد ما إلى كل وسائل الإعلام كل المؤسسات ويصبح المثقف رهينة إلى حد ما مرة ثانية تحت أيدي هذه السلطات لذلك عدم وجود مؤسسات مستقلة عدم وجود مدارس بحثية مستقلة بما فيها الجامعات يعني صوت الجامعات خافت ومعدوم قياسي إلى صوت الجامعات في الستينيات والسبعينيات هذا كله يوضحنا أنه السلطات إلى حد ما تقمع الصوت العراقي الذي يحاول أنه يبحث في إشكالية ودفع المجتمع العراقي خطوات نحن أنا باعتقادي لا يوجد عند السياسي المستشاري ونوجده فهم يعني مو كثروا يعني قليلين جدا يعني دكتور ميت السؤال ذاته هل يعني نتحدث عن المثقف ونتابع اللي يكتبوه سواء يعني بمقالاتهم أعمدتهم آراءهم لقاءاتهم حواراتهم الشخصية هل يستمع السياسي العراقي إلى ما يقوله المثقف في أي أزمة من الأزمات وكردستان على رأسها لا 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 يستمع لأنه عادة المثقف يقوم بعملية البث الوعي هو السياسي العراقي قابض على السلطة عن طريق نشر الجهل وبالتالي هناك علاقة عقسية بين بث الوعي وبين بث الجهل هذا من جانب من جانب آخر القابض على السلطة في العراق يميل أو يحتاج المثقف التبريري وليس المثقف التفسيري ويحتاج إلى شخص يبرر له ما قام به وما سيقوم به المثقف الحر هو الذي يقدم تفسيرات بمعنى عندما أزمة كردستان ابن البصرة يحتاج أن تكون له خدمات في الصحة والتعليم كإنسان أكثر من اهتمامه بقضية انفصال أو عدم انفصال كردستان الانفصال هو طبيعة جغرافية لكن طبيعة الحياة الكريمة للمثقف المستقر يقول ابن البصرة يحتاج أن يعمر البصرة ومن ثم يفكر بأشياء أكبر المثقف التبريري يقدم للقائم على السلطة أسباب الفشل بأنه هذه هوية وطن وهوية جامعة واستدعاء المخيال والجانب التعريخي في هذا المجال جميل فنقول الإشكالي أنه لن يستمع السياسي العراقي لأنه قائم على الجهل والمثقف دوره أن يقدم الوعي تعتقد بعد عشر سنوات هسل لو تجاوزنا إن شاء الله بسلام هذه الأزمة ما الذي يمكن أن يقوله تقوله الأجال عن المثقف الذي عاشه هذه الأزمات عن المثقف الأكاديمي الذي يلام بالصمت في الكثير من الأزمات في البلد لا طبعا سيكون التقييم تقييم سلبي لأنه ستكون مواقف مثقف مواقف انتهازية وفردية بمعنى أنه كل ما يقترب الأذى بين قوسين من حقل المثقف هو يرتفع يعني المثقف الأكاديمي هو صوته يكون عالي لكن عندما تكون الهموم هم بلد بأكمله وهموم شعوب هو يكون صوته خافت فبالتأكيد التقييم سيكون تقييم سلبي وهذا تقييم حقيقي وليس تقييم كاذب أو غير صحيح حسين يعني دكتور حسين القاصد تهز براسك يبدو أنك موافق لما طرحه أول سمينت بالتأكيد لا سيما أن المثقف أو الجامعي بشكل خاص تقاعس عن قضايا البلد الكبرى وحين مستراتبه ظهر التظاهر ولم يتظاهر يعني مو من حقه أن يطلع على هذا راتبه ورزقه 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 وطعبه من حقه جدا لكن على أن يتظاهر لكرامته والدور الثالثة مسكرامة لماذا لم يتظاهر ضد لماذا لم يتظاهر ضد ثقافة الحج والسيد السائد في الجامعة هذه المسميات لا تليق بالجامعة هناك أشياء كثيرة يجب أن يتظاهر عليها لكي يكون مثقفا فاعلا عضويا هو بالأساس عندنا مثقف حر وتنويري وفاعل بالجامعات ساكت مسلكي موظف ساكت موجودين عندنا موجود لكن ساكت مسلكي موظف ويقضي يومه وليس له من يومه شلون هذا الرصافي لما نشاف ملك فيصل وكتب له هاي وليس له من يومه غير أنه يعدده أياما ويقض راتبا هل على المثقف الآن أكون مثقفين خارج هذه التوصيفات الأكاديمية ولا الاتحاد ولا غيرا ولكنهم صامتون مثقفين لدينا كبار ومؤثرون عندما ينطقون ولكنهم صامتون هل هذا موقف؟ نعم هذا الموقف الخيبة المسبقة لأنه يشعر باللا جدوى يشعر بأنه مهما قال أو فعل ربما يكون نشازا أو ربما يستهجل من الآخر ولا جدوى من كلامه أمام الضجيج المهيمن صامتون طيب يعني البعض يقول أن رسالة المثقف العراقي الوطنية والأخلاقية تقتضي أن يكون في الموقع الذي يقدم التفسيرات المنطقية والنقدية للواقع الذي يحل به هل نكتفي بالبوستات فقط؟ لا أنا قد أختلف قليلا مع الأستاذ كفاح هناك منابر إعلامية واسعة نحن نعود في منبر حكومي واحد واليوم نحن في قناة الحر نحكي ما نريد ربما في قناة أخرى نحكي ضمن سياسة تلك القناة تونها؟ يعني أقصد يعني كمثقف فأنت لست مجبرا أن تذهب إلى قناة تمنعك من الكلام وأنت تختار وإن شئت أن تتكلم هناك منابر إعلامية وهناك مراقع أذبية وهناك مراقع إعلامية وهناك قصيدة وهناك صفحات شخصية وهناك قصيدة ممكن أو تبث تسجل باليوتيوب هناك قصيدة مباشرة حاليا منافذ الرأي ليست كما في السابق ثلاث صحف المرضوع الآن المرضوع ليس انعدام الوسيلة لكن انعدام الرأي انعدام تبعية المثقف المثقف اليسوق للسياسي كما قال الدكتور مؤيت لا الذي يفسر أو الذي يصنع يبرر المشكلة للمثقف نحن نعيش خواب ثقافي وهذا الخواب السياسي أنجبه الخواب الثقافي نحن صنعنا الخواب السياسي المثقفون نعم شلون فسر لي نحن عصابات كل عصابة تتبع سياسي لم نجع من جابرك تتبع سياسي أكوحد جابرك كمثقف انظر إلى الجميع ولاحظ كيف أجبوا أو كيف أجبوا أنفسهم وتبعوا بالكامل هم أتباع ثم الذي أدمن التدجين لا تستطيع أن تطلق سياسي حوله الآن هو أدمن التدجين بالكامل هو يبحث عن صنع يا أخويا صار 15 سنة العالم طلعت من التدجين يا أخويا صار 15 سنة يعني 15 سنة انتقلوا من 15 سنة بهاية 15 سنة أنت تتفق كفاح الأمين يعني هي بولة الدولة العراقية حقيقة يعني ونشميها بعد انتقالها بالخمشينات إلى ثقافة النفط يعني وتحويل المثقف من باحث وكاتب ومفسر مثل ما قال الدكتور مؤيد إلى مبرر وشيء فشيء خضع إلى السلطات باعتبارها موظف باعتبارها كاتب بالديوان باعتبارها يعمل في الجريدة وإلى آخره قد تدفع المثقف إلى إشكالية مثل ما تفضلت أنه حياته مرتبطة بعمل يعني ما عنده قوة عضلية بقدر ما عنده قوة فكرية ولذلك هذه القوة الفكرية عندما تكون مهددة من طبيعة السلطة يصبح هناك ارتباك في طبيعة المثقف ذاته ولذلك المثقف هو ما يمتلك الحرية الحقيقية في مواجهة هذه السلطات لا تحدث عن المثقف عندما يظهر في هذه القناة أو هذه القناة ومع ذلك عندما يظهر في هذه القناة أو تلك هناك 200 أو 300 قناة مضادة 24 ساعة ضده ولذلك المثقف هو بالحقيقة هنا يقع من هذه الإشكالية يعني طبيعة السلطة وطبيعة تبعية المثقف إلى السلطات إلى السلطات كقيمة مادية حياتية بالحقيقة هي هاجز كبير وحجر على صدره يمنع أن يتنفس بشكل ديمقراطي أنا باعتقادي المثقف بشكل عام المثقف العراقي بشكل عام مفهوما للحرية منفتح بشكل عام ذات حدد بشكل عام منفتح ولذلك قيله أنه إذا احتاجت أنه لأربعين مثقف عربي تحتاج شرطي واحد حتى يمسكهم لكن أنت بحاجة لأربعين شرطي حتى يمسك مثقف عراقي واحد لأنه مثقف العراقي إذن أنت تختلف مع قضية التدجين راح أروح الدكتور مؤيد فيما يخص التدجين المثقف العراقي خلال الفترة الماضية وانطلاقه وحريته حسب رأي الأمين ما بعد 2003 مشاهدين الكرام فاصل أخير ثم نعود إليكم حياكم الله مشاهدين الكرام وحديثنا هذا اليوم ببرنامج بالعراقي مع المحور الأخير وعن المثقف والأزمة بين المركز والإقليم دكتور مؤيد آل سوينت تحدث حسين القاصد عن قضية التدجين المثقف العراقي وأن المثقف الذي عاش أسيرا لسنوات طويلة لا يمكنه أن ينطلق أولا هل تتفق مع هذه الوجهة؟ أثنين عدد كبير من المثقفين الذين عاشوا خارج العراق في فترة نظام السابق ويملكون العديد من أجنحة الحرية جاءوا وهم فاعلون في الوسط الثقافي والسياسي والاجتماعي أنت كيف تقرأ هذه أو نعقد المقارنة بين هاتين الخصيصتين؟ طبعا هي أولا المثقف في نهاية الأمر هو مواطن قد يرتقي بدرجة الوعي بشكله وبأخر لظروف تاريخية خاصة بنية طبيعة الحياة السياسية في العراق بعد الـ 58 على وجه التحديد هي باتجاه انتاج المواطن الخاضع وبالتالي هو المثقف كجذر هو مواطن فثقافة الخضوع لا تتغير خلال عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة هذا بنية مجتمعية وبعضهم يعد إلى أن يرجح إلى سومر بأن البنية العراقية هي باتجاه انتاج مواطن خاضع جانب الأهم أنه طبيعة البلد الريعية تساعد في انتاج مثقف مدجن يعني الآن نسمع أنه السيد الفلاني والسيد الفلاني طبعاً السيد بالمصطلح السياسي يعني ليس المعمم لا المعمم صلت قرار ليس المعمم زيان يعني عنده من الأدوات الريعية بحيث جيش تيوش من المثقفين باتجاه محدد فالثقافة الريعية هي التي تساعد بالإضافة لها بنية تتجينية تاريخية تساعد على انتاج هكذا مثقف مدجن زيان قضية الخارج والداخل بصراحة قد يزعل مننا الكثير شخصياً أرى بأنه اللي يجوا من الخارج كطبقة سياسية وكطبقة مثقفة هم عبارة عن انتهازيين كيف يقتنم من هذا البلد يعني هو مرقاة للغنيمة فتجد أنه أم بالله السياسيين افتهمنا المثقفين ليش انتهازيين اللي جايين من الخارج يعني هذا طلع لو بسبب ظلم موجود في فترة من الفترات لو بسبب وضع اقتصادي وعاش برا ليش وهذا بلده ورجع لشان المشكلة سلوكه هو بالخارج أنا ما عرفه أنا أحكم على السلوكي اللي عاشه هنا طيب هو يضطرب إلى السياسي بشكل أو بآخر من أجل حصول على منصب في أحد المؤسسات الرسمية زيد فبالتالي تجده بوقا عاليا للسياسي بعيدا عن قضايا الضمير وعن قضايا الوطن دكتور أنت أكاديمي وحديثك فيه تعمين هل يجوز التعمين في هذه الأطر؟ لا لا أنا عدات سألني ممكن إذا نكتب بحث أنا مستقرأ الأسماء فلان رئيس مؤسسة ثقافية هو أجب من الخارج فلان مستشار رئيس الجمهورية هو أجب من الخارج فلان مستشار رئيس البرلمان هو أجب من الخارج ذول اللي علاقتهم بالوطن علاقة غنيمة وليست علاقة وطنية أكو قضية أساسية يعني بعجالة حتى أذهب لمثقف جاء من الخارج خارج النسق خارج النسق هذا البلد ما يبني اللي ما إلى أي خيار آخر للبقادي يعني حتى الآن اللي صار بين الإقليم وبين كذا اللي وضع المادي جيد من الكرد ومن العرب اللي وضع المادي جيد من العرب عايش بكردستان هو يسافر للخارج والكردي اللي وضع زينه ببغداد هو ممكن باشعك بيط لا طيب لكن اللي يبني هذا البلد اللي ما عنده خيار آخر غير هذا البلد شكرا دكتور مؤيد سيد كفاح الأمين نعم كيف تعلق على ما ذكره دكتور مؤيد وأنت مثقف عراقي كان مقيم من خارج العراق نعم إلى شك فيه تمثمة تفضلت أنه من أصاب التعميم على هذا المصطلح أصلا يعني مثل ما تفضل في بداية يعني حتى كلمة المثقف قد هي كبيرة علينا يعني في هذا الوسط الثقافي اللي كان متواجد العمالقة الثقافة العراقية ووضعوه من لبنات وتأسيسات يعني المثقف اللي يعود من الخارج كل اللي عاده لقربه ما أربعين خمسين واحد وإذا أخذه عشر أو عشرين أو ثلاثين منصب مقابل فقط في مجلس محافظة معينة خمسين واحد باسم الثقافة من محتلين مجلس المحافظة في أي محافظة من المحافظات ناهيك على رئاسة الوزارة وناهيك على البرلمان بالمئات مستشارين هما من داخل العراق ولذلك التوصيف ما أعتقد هو إذا اسمحت الدكتور دقيق طبعا غير دقيق لسبب جدا بسيط ماكو مثقف يبحث إذا خليه به قوسيا بمعنى أنه يعود من الخارج حتى يبحث عن غنيمة المثقف هو أيضا جزء أضوي من هذا المجتمع اللي رجع مع فكر ومع مشروع ومع هدف لخدمة المجتمع العراقي وخدمة الثقافة العراقية جميل حتى لا نطلع عن موضوع المثقفي الخارج والداخل وهذا يأخذنا إلى حلقة خاصة لوحدي ما الآن نحن بختام الحلقة ما الذي يمكن أن يفعله المثقف العراقي العربي الكردي إذا أزمة ممكن أن تصنع شرخا في البلد وممكن أن يعود البلد معافة بشكل أفضل وين الزاوية اللي ممكن أن يدخل لها المثقف برأي الشخص أنه إلى حد ما نوع من التشاوم الشرخ حدث وعلينا إيقاف هذا الشرخ إيقاف هذا الشرخ يحتاج مرة ثانية بناء جسور حقيقية بين الطرفين هذه جسورة الحقيقة بالبناسبة يعني طبعا المثقف لا شك رح يلعب دور مهم في هذا شي يقدر يسوي؟ يعني على الأقل أنه تشكل مجاميع لجان استشارات مثل ما تفضلنا إلى الحكومتين إن كان في كردستان وإن كان في بغداد محاولة إعلاء الصوت الحرية والسلام والديمقراطية صوت العقلاني صوت العقلاني عدم تغيب الآخر على الآخر مثل ما تفضل الدكتور مؤيد أنه ننسى الخدمات وننسى مصالحنا الديمقراطية وننسى قضية عملنا وحياتنا اليومية في المحافظات ونضع كل ثقلنا في مكان دعني أزعم هذا المكان الآن هو أتعرض إلى أشكالي وعلينا أنه يبحث كفيعات إلى العلاقة السابقة التي تجمعنا أنا باعتقادي المثقف أنه أول خطوة لازم يكون مثقف صوت صلاة أهم خطوة الآن بالنسبة لي أن يكون صوت صلاة لا للحرب لا للعنف هذا السؤال جدا مهم أي حرب وأي عنف في العراق لن يخدم إلا تجار الحروب مهما كانت مستمياتهم في هذه البقعة الجغرافية التي نعيش عليها حاليا لذلك شيء الآخر على أن نرفع أصواتنا لديمقراطة المؤسسات الإعلامية لا شك في أنه أثبت أن المؤسسات الإعلامية مرة ثانية ليست تعميم وإنما كظاهر نتحدث أنه كانت سباقة لخلق فجوة وهذه إشكالية كبيرة وتأجيج المشاعر شكرا سيد الأمين دكتور حسين أختم معك الحلقة هل هناك زوايا يستطيع أن يدخل منها المثقف لترميم ما يمكن ترميمه ما بين المركز والإقليم فتح حوارات نعم كما بدأنا نستطيع أن نختتم وأقول ببساطة مثلما قلت أحمق من يسعى إلى الحل فلست على استعداد أن أخلق عداوة بين ابني وابن كفاح بسبب تهور أحد الساسة هل تعتقد أن الأمر بهذه البساطة؟ الأمر أبسط من هذا حين يكون حين أضع الوطن قبل الصنم إذا كنت وضع الصنم قبل الوطن نبقى في خراب ونبقى في حروق إذا وضعت الوطن الوطن بأكمله من غير ميول شخصية أو سياسية أو تبعية أو ميول أموال أو تعرف أن هناك من يغذق لشراء المواقف وهناك منبيعة بالجملة من المثقفين وتسببوا فيها أزمات آخرها هذه الأزمة حين نضع الصنم جانبا ونضع الأموال المتوقعة جانبا ونضع أمام أعيننا أن هذا البلد هو ليس ملكنا الحالي وإنما ملك لأبنائنا ونريد أبنائنا أن يعيشوا حياة أكلم من حياتنا وأفضل وأهدى كفانا حروبا حين ذاك حسين هل هناك إمكانية مثلا أن يعقد المثقفون العرب في المركز والمثقفون الكرد مؤتمرا هل هناك إمكانية أن يعقد مؤتمر لا أقول للسلام لأنه إن شاء الله لا يوجد حرب ولكن لوضع استراتيجية عامة للعلاقة بشكل واضح وإعطاء رسالة للسياسيين العرب والسياسيين الكرد رؤية المثقف العراقي العربي الكردي إذا ما يدور والإمكانيات مفتوحة على أن لا تكون مؤدلجة وعلى أن لا تكون ما الذي يمكن يعني منه اللي يمكن ينهضب مثل هكذا مؤتمرات يعني إن كان هي هذه المشكلة إن كان إن وجهتها إلى وزارة بعينها فستكون حكومية وإن وجهتها إلى مؤسسة ستكون أما ذات غالبية وما يوشاع مثلا إذا قلت لاتحاد الأدباء سيقولون أن الاتحاد الأدباء أغلبية شيوعية لا ليش؟ ممكن الاتحاد الأدباء أن ينهض بهذه المهمة؟ ممكن جدا وهو الاتحاد الأدباء سبق أن بادر في رئاسة فاضل ثامر وأراد أن يحمل درعا بشريا بين حكومة الأيام المالكي بين الجيش وكانت دعوة غير موفقة الآن دعوة موفقة والأمر طبيعي جدا لأن الحرب على وشك كانت مجرد إشاعات حرب الآن الحرب على وشك وانتهت راح نخلص نعم يضيف عليها نقابتين مهمتين أيضا باعتقادي مع عدد تحاد الأدباء لأت صحفين الفنانين أولى نقابة فنانين واتحاد تشكيليين فنانين وتشكيليين نعم نعم مع اتحاد الأدباء ممكن أن يجتمعوا ليقيموا مؤتمرا عاما للمثقفين العراقيين عربا وكردا هذول لأنهم مثقفين عاملين في الساحة براكسس القوى الناعمة عدم قدرة أوسع للحركة وليس هم كتاب صحفيين والله بانتظار اتحاد الأدباء والتشكيليين والفنانين دعوا لهم في إقامة مؤتمر والجامعات ما بين جامعات بغداد وجامعات قليم كردستان شكرا لكم مشاهدين الكرام انتهى وقت البرنامج في ختام حلقتنا لهذا اليوم أتقدم بشكر لضيوفنا الكرام السيد كفاح الأمين كاتب وباحث فوتغرافي الدكتور حسين القاصد كاتب وأكاديمي والدكتور مؤيد آل سوينة باحث وأكاديمي للمزيد من المعلومات راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة شكرا لكم في مانا